دخل اليوم الثلاثة إضراب سائقي القطارات بالجزائر العاصمة يومه الثالث على التوالي واستؤنفت حركة القطارات التي تربط الجزائر العاصمة بضحيتها الشرقية والضحية الغربية كذلك بعد أن توقفت تماما خلال اليومين الأخرين بسبب إضراب سائقي القطارات عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية وتتمثل مطالب المضربين حسب مصادر من الفيدرالية الوطنية لعمل نقل بالسكك الحديدية في رفع منح المناوبة الليلية والتعويض الكامل عن العمل في أيام العطل والأعياد وكذا رفع المنح المتعلقة بالمراقبة الليلية إضافة إلى مطلب خاص برفع درجة تصنيف في السلم المهني وليد مهاجري وصفوان أحمد عيسي رصدات تانية طبعا المتضرر والوحيد في هذه القضية بالإضافة إلى الطرفين هو المواطن طبعا نستمع يوجد معي الحديد حول هذا الموضوع السيد أكتوش عبدالوهاب مساعدة المديرة العام للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مرحبا بك هل تؤكدون استمرارية الحركة الاحتجاجية إلى حد الساعة؟ نعم لحد اليوم هذه الفئة من العمال اللي هما سائقية القيطارات ما زلهم في إضراب ولم يعودوا إلى العمل رغم الاتفاقات الاتفاقيات لصلتها المدرية العامة مع الفيدرالية الوطنية للسككيين هذا في اليوم الأول من الإضراب يوم 8 مايو كان اجتماع ما بين ممثل العمال اللي هي الفيدرالية الوطنية للسككيين والإدارة الممثلة في المدرية العامة وهناك اتفاق اللي هو يعني أكدنا مرة أخرى بأن المطالب هذه ستأخذ بعين الاعتبار يعني المطالب يعني الفيدرالية تتهمكم بالتماطل في التجاوب مع هذه المطالب إلى أي مدى هذه الأطروحة صحية؟ لا أرى أي تماطل لماذا؟ لأن في الاتفاق هذا مبرم مع الفيدرالية إذن ما تقولش تماطل إذا هي بعد مضات على هذه الاتفاقية مع المدرية العامة وكذا قامت يوم أمس بعد اجتماع لانعقد يوم أمس كذلك في المدرية العامة نداء لكل العمال للعودة للعمل وللتحلي بالرازانة والباشر العودة للعمل ونوقف هذا الإضراب ونذكر يوم أمس بأن محكمة جزائر أعلنت عن هذا الإضراب غير شرعي ودعت العمال للعودة حتى بناء على تصريحة وزير النقل اللي قال بأن هذا الإضراب غير شرعي بناء أو استنادا إلى عدم ضمان الحد الأدنى من الخدمات هل هذا الشيء يعني هو إلى حد الساعة وكنت أتحدث قبل لحظات عن فتح خطين شرقي وغربي لضمان الحد الأدنى هكذا حتى نعلم المواطن بالفعل اليوم في الصبح قمنا بحد أدنى بعض القطارات اللي مشات لمصباح من الجزائر العاصبة نحو الظواحي الشرقية أي نحو الثنية وكذا الظواحية الغربية نحو العفرون وكان يعني وفرنا بعض القطارات اللي ممكنها تسير في هذا الظواحي وذكر كذلك بأن القطارات مشات في وهران في مدينة وهران وضواحي وهران كل القطارات اللي تمشي بين وهران وغليزان وهران ومسيدي بالعباس وبشار وعينتي موشنت يعني كانت مشات عاديا اليوم وكذلك في مدينة عنابة يعني ما فيش إضراب في عنابة مثلا لماذا؟ لأنه لازم نعرف بأنه في 12 ألف عامل تأسيك سيكاكيين هذو هذه الفئة تاع السائقي القطارات بالفعل هما عندهم هذا المطالب هذي لكن هذا المطالب تخصوا بش هما وحدهم تخص جميع عمل السكة الحديدية والمدينية العامة وكذا الفيدرالية الوطنية للسيكاكيين شريك دعنا أكدنا بأن هذه البطالب ستأخذ بعين الاعتبار لكن في إطار جماعي ما هو بكاش غير سائقي القطار فقط بل كل لدينا فروع كثيرة هم يتكلمون على فئة سائقي القطار لكن هناك فروع 35 فرع لدينا في ستة الحديدية من الواضح أنه فيه تصعيد من قبلهم لمواصلة هذا الحركة الاحتجاجية إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا اقتصاديا على الشركة وخصوصا أنه فيه أطروحات أو فيه أخبار تتداول من هنا وهناك عن وضعية مالية غير يعني لا تصير في الاتجاه الصحيح للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية لا هي المشاكل المالية هي عندنا مشاكل لكن كل هذه المشاكل ستأخذينا بالاعتبار وعندنا شركة نتاعنا وإحنا قيبين به اليوم وعندنا مقطة تقلد حتى الـ 2020 اللي سيسمحنا باش نخرج من هذا بالنسبة للخسائر الخسائر اللي تكلمو عليها يعني الخسائر الأكثر أهمية يعني هذه المشاكل لا تصل إلى درجة الإفلاس لا 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 المشكلة الأول ونظن أكثر من المشكلة الاقتصادي هذا اللي يعني تسبب هذا الإغراب هو المشكلة متاع الصورة تعالى الشركة نتاعنا الصورة اللي يردها يعني يعني دماج نتاع المؤسسة لهاي سنتيف لأننا نمدوها للمجتمع ومدوها للزباين توانا يعني شركة كأنها كل أسبوع تنوذ بدون أن إشعار أي واحد رانا في الإغراب هذا الأمر اللي هو غير مقبول بالنسبة للشركة تعالى ونحن نعمل والحوار دائما مفتوح باش نتفاد هذه الأمور اللي هي قيس بالصورة الشركة الوطنية في حال استقران هذه الحركة الاحتجاجية ما الذي ستقومون به في الساعة القليلة المقبلة لا في الساعة لازم نعرف بأن الآن حاليا كي نجتمع ثالث مع الممثلين بتاع العمال هذو باش نحاول دائما باش يعني العمال هذو يرجعوا للمناصب نعمل تحهم ونحن نطبق كل ما يسمحه القانون لأجل يعني استمرارية سير القطارة مثلا مثلا احنا قمنا ب أولا تبليغ العمال الخال بالقرار بتاع المحكمة يلزمهم باش يعودوا للعمل هذا هو الإجراء القانوني اللي يلزم يقوموا به وعندنا الجدول العمال يخدموا مثلا غدا لازمود نحن نجد كل واحد منهم نبلغوه هذا القرار باش يجي يرجع لبكان عمل طيب المواطنين كنا نستمع إلى بعض تصريحات من عند المواطنين يقولوا بأنهم هم المتضررين ودليل لجوءهم يعني تخليهم عن السكة الحديدية ولجوءهم إلى وسائل النقل يعني الأخرى ماذا تقولهم اليوم وما هي البدائل التي ستمنحونها أنتم بالفعل هذا شيء واضح بأن الخاسر الأول هو المواطن المسافرين أو الزباين ونحن نتأسف وقلت غبيل بأن مثل هذه الأزمات هذه التي تأثر تأثير كبير على صورة الشركة ونحن نرى نعمل ونبقى نعمل من أجل تسويد كل هذه المشاكل مع العمال باش نتفادى مثل هذه الإضربات يعني وهي حقيقة تأثر على المواطنين شكرا لك سيدة أكتوش عبدالوهاب المساعد مساعد المدير العام لشركة وطنية لأن نقل بالسكة الحديدية كنت معي في الأستوديو أكتوش عبدالوهاب